البارحة مشاهدين رأينا لعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وهم يحملون الأقلام كما نرى في هذه الصورة ويحاولون رسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى طبيعتنا كجزائريين نتأثر بكرة القدم بجوها وبأبطالها والإنجازات التي يحققونها فمن المؤكد إذن أن بادرة كهذه سيكون لها وقع جميل على قلوب المرضى الذين أعياه مدى أطفال أصابهم التلي في الكيسي فأصبحت حياتهم اليومية أصعب من أقصى مآسين التي نصادفها كما يقال مرة في الفعل لكن وقوفهم هنا مع اللعبين في ملعب شهيد حملاوي بقسنطينا رفقة نجومهم يجعلهم أسعد ما يكون وكأن اللقاء يسمح لهم بأخذ استراحة من الألم والمعاناة هذه المبادرة تأتي من عناصر المنتخب الوطني على هامش تحضيرهم وتحضيراتهم للمبارات الودية التي ستجمعهم بمنتخب السينيغال الثلاثة المقبل ولا رفع لهمة اللاعبين كتشجيع الأبطال الحقيقيين الذين يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة مرض بصعوبة التليف الكيسي لذلك ندعو أن شفهم الله وأبعد الداء عن أجسادهم ونذهب إلى تعليقاتكم أنتم والبداية بمعمر الذي كتب من صار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر أما شيما فعلقت مبادرة شابة فجبر الخواطر ربي شفيهم إن شاء الله أما نجوة تعليقها كان لطالما عرف المنتخب الوطني الجزائري أو عريفة باللفتة الإنسانية والمبادرة طيبة وإنه دايما صباق لها ربي أحفظكم يا أحلى وأفضل منتخب تعليق لأنايس كتبت البراءة ربي يشفيهم أما مريم فكتبت هذا هو أهم دور يقدر يلعبوه نسكي من لعبين تاليكي ناسيونال فؤاد في تعليقه كتب زيارتهم ريح الدير العزيمة في قلوب الأطفال باهي وجه المرض